المدعي العام يفتح تحقيقا بعد وفاة شابين سوريين يعملان بشكل غير قانوني السجن 13 عاما لطالب لجوء جزائري اغتصب امرأة مسنة في ذار للمسنين رئيس شؤون الأجانب يمكن لأوباما الحصول على جواز سفر سوري بخمسمائة دولار حزب النيوز يدعو لتقليص الهجرة وفرض قيود على إقامة طالب اللجوء حزب الشعب يروج لحملاته الانتخابية بالاستقرار والوسطية القوية وأخيرا صناعة السيارات فيشتايمارك تتحول إلى المحرك الرئيسي للبطالة مشاهدين الكرام من النمسا بيدي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل نشرة لقيا طالبي لجوء اثنين أكراد من سوريا لم يتجاوز ثلاثة وعشرين عاما مصرعهما أثناء انهيار قبو في موقع بناء في ساحة مدينة شدينغ في النمسا العليا وبدأت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل الناتج عن الإهمال الجسيم حيث لم يكن من المفترض أن يكون الشابين في موقع العمل لأنهم لا يملك تصريح عمل وتم العثور على الجثتين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وتشمل التحقيقات تقييم أسباب الانهيار واستجواب مسؤولي شركة البناء كما طالبت النيابة تقريرا من خبير بناء لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء في العملية حكمت محكمة نمساوية بالسجن الثلاثة عشر عاما على شاب جزائري بعد إدانته بالاعتداء الوحشي واغتصاب امرأة تبلغ من العمر إثنين وتسعين عاما في دارا للمسنين بفينا ووقعت الحادثة في العاشر من أبتوبر من العام الماضي عندما اقتحم المتهم شقت الضحية واعتد عليها بوحشية قبل سرقة مجوهراتها واعترف المتهم بالجرائم أمام المحكمة وشمل الحكم إدانته بالسطو المسلح والاغتصاب والصرق الجسيمة والحرمان من الحرية وقدم المتهم استئنافا ضد الحكم فيما أفادت التقارير بأن الضحية عانت من اضطراب ما بعد الصدمة وتوفيت بعد ثلاثة أشهر من الحادثة سجلت أعداد طلبات لمش شمل الأسر في النمسا تراجعا بسبب التدابير المشددة حيث تم معالجة 632 طلبا بين يونيو وأغسطس رفض منها 20% مقارنة بنسبة 7% العام الماضي وتقلصت الطلبات من 285 في يناير إلى 370 في أغسطس بينما كانت أعلى نسبة في مارس بواقع 1300 طلب وارتفعت اختبارات الحمد النووي 5 مرات لتفحص 15% من الطلبات مع هدف للوصول إلى 50% وقال رئيس المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء جيرنوت ماير بـ 500 دولار يمكن الحصول على جواز سفر سوري باسم باراك أوباما دعا حزب النيوز إلى تقليص الهجرة غير النظامية والهجرة بشكل عام مقترحا قيودا جديدة على إقامة طالب اللجوء الذين حصلوا على قرارات إيجابية حيث يربط هذه القيود بالمساعدات الاجتماعية وأوضح النائب يانيك شتيه أن هذا الإجراء سيكون محوريا في سياسات الحزب إذا شارك في الحكومة المقبلة ويشير نموذج نيوز إلى إلزام اللاجئين بالبقاء في الولاية التي تلقوا فيها قرار اللجوء لمدة ثلاث سنوات وإلا فلن يحصلوا على المساعدات الاجتماعية كما أشاد شتيه بدور حزب الحرية النمساوي FBA في تسليط الضوء على مشكلات الهجرة لكنه انتقادهم لتسريع الأزمة بدلا من حلها أطلق حزب الشعب النمساوي E4B حملته الانتخابية للبرلمان داعما زعيمه كارني هاما كرمز للوسط القوي واستقرار النمسا وكشف الأمين العام للحزب كريستيان شتوكر عن الشعرات الانتخابية في حديقة أكاديمية الحزب بفينة مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز بالمركز الأول وتمكين نهاما من العودة إلى منصب المستشار وركزت الحملة على قضايا كالأسرة والأمن مع التأكيد على أن النمساويين يفضلون السياسات الوسطية على اليسار أو اليمين المتطرب وسيكشف الحزب عن ميزانياته الانتخابية المحددة بثماني فاصلة ستة وستين مليون يورو تواجه صناعة السيارات في ولاية شتايا مارك أزمة كبيرة حيث أصبحت صناعة توريد السيارات مصدرا رئيسيا للبطالة في المنطقة وأعلنت فولكسفاجن عن احتمال إغلاق مصانعها في ألمانيا مع عدم ضمان استمرار الوظائف مما ينذر بتسريحات محتملة وحذر الباحث شتيفان براتسل من أن صناعة السيارات في ألمانيا والنمسا تواجه اختبارا صعبا خلال السنوات الثلاثة أو الأربع المقبلة مع ضرورة التكيف السريع مع التحول نحو السيارات الكهربائية وأكد أن الفرصة تكمن في استغلال التحولات لتطوير صناعة شتيامارك وتعزيزها في مجال السيارات الكهربائية والقيادة الذاثية كانت هذه نشطنا لهذا اليوم لا تنسوا تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين ومصية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر